جوزين مورينيو، كل مرة تطلع معها ترند اه انا عبتم مع جوزين مورينيو انا هضرب مع جوزين مورينيو اه ايه موضوع هضرب مع جوزين مورينيو دي اه تطلعتك السمة دي كل من المنس عما تقول لها أبسطر سابط هيدرب مع جوزين مورينيو اكرس فありがとうございました في الفترة اللي لما جه و مورينيو مستك الفرق كان فيه اختلاف جامع جدا كان فيه مشاكل انا هو اه ده وانت بتلعب وأنا بلعب معاها ايسا انا هجيلك كمان لما انت هضرب معايا اه وانا بلعب المشاكل اللي حصلت معايا ان لما مورينيو في التدريب كان عايز يعمل حاجة مختلفة شوية طريت لاب وهو طبعا دفاعية شوية طبعا راح هو طبعا شافنا ان انا بشكل مميز اوي في الفرقة قالك لأ بنت اللعيب لأ انت اللي هتقف على اللاين وهيخلي جو بنته هو اللي هيتحرك هو بوبروسك بشكل كبير جدا هو ايبو الفريق قلت له ازاي انا ماشي بشكل يعني كان عمالا بقى اتكلم معايا انا صنع الالعاب انا مش يناح اه انا اللي هتحرك وماشي بشكل كويس او قال لي لأ احنا انعمل للطريقة دي وبتاعك ام امتدنا في التدريب بقى في اول تدريب معايا انا بقى طبعا داخل بقى اللعب العادي بعدين شوية كل شوية يوقف ايه اللعب بس بعد كده حصل مشاكل شوية بقى ايه بعد مشاكل المشاكل المشاكل ان هو طبعا مورينيو بيعمل على طوب بيبقى شالدوسية على طول يعني بيسجل اه بيسجل بقى وبتاع الحاجات في التمرين بيبقى على طوب محضر ايه البرنامج بتاع التدريب انا من في التدريب بقى خلاص انا داد مرة اول يوم عدة يعني تاني يوم نفس النظام واللي عبقى كل شوية يقول لي قال ما ايه دا شوية وبتاع الحاجة كل اللعبة جيب بقى فاخد التمرين التالت بقى نفس النظام قاعد بايزعه بقى وشكلام بقى كتير قوي بالبرتغيلي الله وشوية الشتائم وبتاع الحاجات بالبرتغيلي يعني الحاجات بالكلام ها هتشتم هاشتم اه لا الحاجات الايه يعني ايه ده الكرة دي اه بس انا فاهمه بقى اه استعمليش رحت انا يعني من نرفز بقى وروحت ايه ماسك زي زيت مايا كده وكنت ايه كنت يعني رحت ايه اخبطها فيه تابع في الموجه اه اه وراحت ساب الملع وماشي لدي الجماهير قصلا الجماهير كلها قصلا هناك بتحب صبري بشكل كوي جدا ومعظمه مقافرقة يعني معظمه مقافرقة كان يعني انت ايه جنب السابق موجودين هناك في البلد موزمبيك انجولا كل دولا بيتكالهم ببتغيلي طبعا لما خرجت من الملعب كل بقى الجميع معظمهم خرجوا معيها وطبعا هاتف ودت بموريني بس وطلع دل رئيس النيادي قلتهم انا مش اقعد مع موريني وامشي سيب الفرقة وامشي راح بعد على طول كوزين موريني وقعد ساب التمرين وراجع بقى عدنا نتكلم شوية راح تراجع كان شوية اختلاف بس وصلت لامور يعني امور ايه بس هو مش طيانة في الايه في الفرقة بعد كده هو راح بورتو ساب الفرقة ومشي منطلوب انا مش هكمل راح هو لأ اول سنة ورح ميش على طول راح بورتو انا كملت بشكل قوي جدا لأ يعني انت عايز تقول ايه موريني ممكن يكون مش بسببك معرفش بس ايه بس كان سعيدة انا طلبت ان انا ايه مش هبقى مدواجد في النيادي اه فالناس والدواج ده كانت قال لأ لح الناس قال لك لأ هو فيه بيام المشاكل بقى مع اللعيبة وبدأ لحاجة انت كلها ومتبنهم صبري يبقى ايه لا بقاش من موجود راح بورتو وسعيدة كان المينجر بتاع بورتو هو المينجر بتاع مورينيو راح بورتو بشكل جوي جدا كان سعيدة بورتو مش مش القوة اللي موجودة يعني دلوقتي يعني بس لما راح يناك بقى ايه ماشي بشكل كويسة جاب لعيبة كويسة جدا ابتدى النادي يعني بشكل قوي جدا بقى قد نروحتوله بقى عادة نتكلم مع بعض بعد ما مشي اه بعد ما مشي بس فيه كالسيق وتفاهم مبتدين بقى بينا اصدقاء جدا بيدعوتو لما قابلته بقى بعد ما مشي هو قلتوله يعني ايه السبب اللي انا يعني كنت قلتوله انا لسه جاي اول مرة بمرا ما كنتش فاهم ما عندش خبرات في النواحد الدريبية كان كنت عايز اعمل حاجة مختلفة شوية بس انت لعيبة كبيرة انا طولها ما فيش مشكلة عملتها معاك انت جاي عملت مشكلة معايا على طول وانا ما عملش ايه مشكلة معاك انا كنت ملتزم في حاجة وانا كنت ماشي بشكل قوي في الحتة دي روحتين تغيرت مكاني قال لا أنا كنت عايزة أعمل حاجة مختلفة بس أنا دلوقتي أنا إيه لا إنت لعب كبير ولا يعيب كويس بقى إيه يعني إيه بين دلأمور يعني كان فيه وجهة نظر بس أنا زعلت في البداية بتأكد أن أنا حاسد أنه هو جاي عليها شوية في الفترة دي بينا بقى إيه أصدقاء جداً وأصحاب جداً كل شوية روح للماتشاط حتى في الشامز ليج لما أخد البطولات بتاع رأس بقى بتلحق بيننا أصدقاء وعلى طول بقى بتابع وعلى طول نبعث على طول كنتكت مع بعض لحد الوقت لحد الوقت